اشتركوا في القناة والصلح والتصالح وكذلك الوساطة في المسائل الجنائية مشيرا إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة جاء تتويجا لجهود المملكة التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه هذا وقد أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي وبمتطلبات تحديث قواعد التعاون المشترك وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق فضلا عن النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والإدعاء العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر